نحن لم نتحدث، نحن صار عجقة صور فصار فيه ديستراكشن يعني بطلنا نشوف مثلا قبل كنت تشوفي صورة حلوة أو فسطان حلوة أو وطع حلوة يعني بتلفتك لأنه كمية الصور أقل كلا نشوفها بمجلة بس هلأ عالديجيتل وعالسوايب أب وعالكزا كتير too much information وفقدت الأشياء معناها من الكترة من المبالغة من المبالغة يعني زمن كنت تستنى الحاجات علشان تحس بالشغف زي لقاء الحبيبة الأولى كده ما بقاش ده موجود للأسف للأسف لأنه بقى فيه العرض كتير 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 وزحمة زحمة عجقة يعني زي ما تقوله مزبوط وصارت تشالينجينج على أصلا الشركات تعمل إذا تعمل إعلان ماركتينج ماركتينج وهذا أنه كله نشاف والزوء صار صعب أنا بحس العالم يا بده يصير عن جد ينقصم قسمان يا عالم عايشي على الدجيتل أو عالم على الأول سكول يعني الوسط والله أنا أنتمل جيل الوسط أنا أعتقد أن أنا من الأجيال اللي هي محظوزة ومظلومة في نفس الوقت محظوزة لأنه إحنا جينا على الحفة ما بين يعني حضرنا حضرت الأنالوج ما قبل ثورة الديجيتل وفي نفس الوقت حضرنا الديجيتل بس في نفس الوقت حنينك أكتر لإيه؟ للحاجات الأصدق للحاجات الحقيقية الملموسة بتحس إنو هي فعلا تعبر عنك فعلا ما فيهاش صخب إحنا الحقيقة بقت مليئة بالصخب واحنا للأسف منساقين ورا الصخب قلت معلوماتك على الكاميرات هلا كنا عم نحضر الكاميرات معلوماتك يعني باكراوند بروداكشن وباكراوند تيفي ما عم تخبرين على الكاميرات كنا عم نحكي إنو راد وقاري قلت لي تيرتي فايف مليميتر هن القاري وفي أفلام صورتها سكستين مليميتر كبان يعني كانت في أواخر أيام الخام السينمائي إحنا الخام اللي هو الفيلم القديم أنا يمكن من أواخر المنتجات في مصر اللي صوروا أو آخر أفلام فدايما أقول علي أنا والتيم والمعلوم أنتو آخر أيام الخام صح فأنا بنضمي للجيل اللي لحق الخام السينمائي وللحق الديجيتل أو المامري كارد بس الديجيتل كله مأخوض من الخام يعني كله حتى الفينيجين لما يزيدوا نويز ويزيدوا التكستشير تبع الأفلام والألوان حتى ألوان الصورة بيأخذوها من أساس لأنه إذا أخذوها هيك ما بتطلح هلوية عطول بيأخذوها أنه هاي دي مثلا بتشبه كوداك بتشبه فوجي بتشبه مثلا السابنتيز والأيتيز كلهم إلو النون معين نحنا معوادين عليه بس ما أعرف الجيل الجديد إذا بيعرف هيدا الشي يعني هشبهها لك وانت بتسمع بسحبة الجيتارة على سترينج صح الانبيرفكشن الانبيرفكشن دي اللي هي اللي هو حلو الحقيقي لأنه مفيش صورة 100% كلها إلا إذا كانت مصنوعة صناعة لكن الطبيعي طبع الله يعني نص اليمين تعويش في غير ده اليمين غير الشمال هتلاقي اليمين مثلا لك ساقت شوي الشمال مسحوب اللي فوق أكتر كل حاجة في الدنيا اليمبيرفكشن ميكس بيرفكت أنا في رأيي مضبوط فويمس النتفة هاي الحتة دي الحتة دي أنا بحكي مصر أنت أحكي لبناني خلاص أنا بحكي لهجتي بيضة يعني صرت أحكي كل اللهجات هلا مع الخبرة والعمر والنشأة المتنوعة يعني فخلتني خلاص بقيت I'm a citizen of the world That's what I call myself أنا محظوظ أنه عشت بهذه الفترة بالتصوير يعني أول ما بلشت بالتصوير يعني كنا نعمل black and white ونحمد بالdarkroom ونطلع وعشت الأفلام هايلي فأثرت على شغلي بالdigital لما بستعمل الdigital عن جد برجة على الأساس أساس اللي كنا نعمل برينت وصورة ونشوف يعني الفيزيكال عم نفقده قدسية تحس فيه قدسية لصناعة الشيء كان فيها حالة محراب كأنه كأنك عم تتعبد في الحاجة اللي بتعملها يعني بعشق ده ما بقاش كتير موجود في تجاته هايدي العشر هايدي بسموها العشر هايدي spending time يعني خلني حكي بالعربي أنه أنت عم تمضي وقت مع الأشياء الأشياء ما إلى قيمة إلا إذا ما فيها ذكريات وفيها شخص يعني عاش لحظات معينة الأشياء إلى قيمة إذا بتذكرك بالmoments بالأيام هايدي فلما بتعطي وقت للشغل لمثلا رسمي بتعطيها وقت بتحبيها أكتر ولما بتعطي وقت للصورة أو لعمل فني معين بتكوني أنت عجبك العمل بحد ذاته بس هو مرتبط بشخصه بالmoments بالأيام اللي عشتي معا فيه عارف أنا دايما لسه قريب كنت بحكي لحد بقوله أنا بحب أكتب بإيدي الأنرجي اللي بتطلع من منك في القلم وأنت بتكتب غير لما تتايب على الكمبيوتر كل حاجة بتتصنع فيها روح الإنسان بتروح فيها جزء منها أنت كأنك you are putting شقفة من روحك أو peace of you منها فكل حاجة يعني مشي ده على كل شيء في الدنيا يعني الصورة الكتابة يعني ما هو ده من الحاجات اللي واحد مفتقدها بجد يعني معرفش الناس هتقول عليا old school يعني ما أنا بدي إليك بدي إليك روزا أنه معقول إحنا old school يعني هلأ أوكي I'm not I'm too modern wallahi بس يعني مش عم بقتنع أنا ما هو الإنسان في أشياء بالحياة physical موجودة بالطبيعة ما فينا نغير اللي هي الوقت وهي يعني التغيرات بالطبيعة هذا شيء يعني ما بيتغير يعني الـ digital ما رح يغطي عليه يعني عرفت كيف لا طعم فما بيعطيت قصة أجيال قصة بس إن شاء الله تفتكر الـ digital ما رح يغطي عليه وإحنا دخلين على العالم الـ metaverse وعلى الـ virtual الرهيب ده يعني أنا متخوفة شوية إنه إحنا gradually نفقد إنسانيتنا وبصمتنا الروحية يعني يعني أنا حياة دي من مخوفي لأنه أنا بشوف إن قوتي هي روحي يعني أكتر من أي ملكة أكتر من أي مهنة أكتر من أي حرفة فمعرفش أنا متخوفة من اللي جاي وأنا I'm not very old school I respect التراث والثقافة وكذا بس في نفس الوقت أنا بواكب العصر لأنه أنا شايف الغلطة كبيرة برضو اللي بنعملها كتير إن إحنا محبوسين في الماضي ومش قدرين إنه واكب اللي بيحصل دلوقتي بس اللي عنده أولاد مثلا زي حالاتي بيفضل ليفتكر طول الوقت إنه الحياة سريعة جدا وارتماع سريع وإذا أنت ملحقتش تواكب هتفضل في غياها بالنسيان وفي الزاكرة المفقودة يعني مظبوط قال لي where's my phone أي كتبت شغلة عدت مش حافظها عدت عدت ركبها لأنه باللغة العربية مش شو شفت بعض زمان كنا بنحفظ أرقام التليفونات مش وحش يعني بس حطيت بوست حطيت تعرفي هل صور صنعوا يعملوهم الـ AI اللي هو Artificial Intelligence فحطيت أنا سيأتي اليوم الذي يسعد به الأفاتار بلقاء محبيه بين الأرض والنجوم وستحزن الروح على جسد خاوته كنبة المنزل عدت ساعة ألفها مبافئة دهي صاح نحنا رح نسعد كأفاتار بالفضو وبنجوم رح نتلقى مع الأصحاب ولكن الروح هي قاعدة معزلة بالجسد الأصلي على الكنبة حزينة يعني أن الأطفال اللي عم يقعدوا عم بيعيشوا الحياة الافتراضية على على الـ 360 بس أكتشلي الجسدون على الكنبة تعرف أنا هنا ليه اليومين دول عشان أنا عايز أولاد يقوموا من على البلاي ستيشن وعايزاهم يقضوا أجازة أجازة الأعياد والسنة الجديدة في اكتيفتيز فيزيكل ويبقوا توريست لأنه أنا تعبت من أني عايزاهم يرتبتوا بالطبيعة عايزاهم يرتبتوا بالبني أدمين قبل ما يخلص كل ده وقبل ما أجي كمان كان عندي حالة نفسية مش أحلى حاجة واستغربت جدا أن أجبت سيرة الكنبة أو الكنبة لأنه هما بيقولوا لي مالك 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 أنت مع الصباح you're stressed out what's wrong with you I said أنا عايز أعود على الكنبة it's Christmas time this is a holy time مش لأنه أنا أنتمي للديانة المسيحية بس it is family time والكريسماس عندي زيه زي رمضان بنفس الجدية بأخذ الاتنين وبنفس السماحة والتسامح بربي ولادي على الاتنين يعني شجرة الكريسماس عندي في أهمية أنه تكون موجودة ومضواية ومنورة زي فنوس رمضان الكبير اللي بنحط فأنا بقدس الفترة family time والوقت البيت فهما بيقولوا لي مالك ويقولت لهم أنا عايش على طيارات بقالي كتير قوي أنا عايز أعود على الكنبة وأمسك في إيدي يعني مشروب ساخن وأتفرج على أفلام الأسرة والعائلة كريسماس مول وبكيت يعني عيضتي فبيقول لي معقول يعني هو ده اللي مزعالك هو ده أمالك هو ده اللي انت يعني الناس are asking too much of you sometimes and all what you need are very basic and simple needs وهم مش فاهمين لأنك حققت مجالات وحققت حاجات ونجاحات فمش قادرين يقتنعوا أن متطلباتك في الحياة بسيطة جدا 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 زي أي إنسان أبسط من العادي كمان نحنا كلنا عنا هاي المتطلبات بس اللي بيصير الرزا أنه نحنا مننعجق ومنننشغل ومننجار بالكارير يعني اللي رسمناه لحالنا وبصير في عبق على حياتنا ومجاملات وأشياء المفروض تعبليها ولو أنت امرأة عربية كمان في مجتمع عربي الزكوري النازعة ويعني ما يزقفش أو ما بيزقفش لنجاح المرأة بسهولة صح يعني دي مشكلة أنا نحكي كثير كثير عن هيدا الموضوع دي مشكلة كبيرة كمان يعني من أحد الإحباطات الكبيرة كمان إنه مهما نجحت وحققت في مجتمعاتنا العربية هتدي لك حرف P what is a potential abroad أو بره مجتمعاتنا is a punishment قوة مجتمعاتنا واو يعني بتلاقي بره بيشجعوا من أي واحد عنده فكرة هم تقولي potential إنه نحنا عنا مبانشمنت يعني إذا البنت مثلا بتطلع عندها رأي معين أو فكرة أو مشروع تتعاقب عليه تتعاقب إنها شطرة أنا لسه كنت هكتب بوست قريبا بس قلت بلاش بلاها يلا بديهولك إنت كنت هكتب أنا اكتشفت إنه يعني في بلدنا للأسف الشطارة والإنجاز والنجاح نقمة وعقاب بالذات لما تكوني إمرأة يعني مشكلة مهما تطورنا ومهما في رجال موجودين يدعموا المرأة وبيدعموا المرأة يمكن ساعة أكتر من المرأة ولكن لا قدامنا كتير لسه قوي 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 طيب شو السبب برأيك هل هي منافسي وغيري و يعني هل أنا رح رح كون ضدك شوي صغيري محام الشيطان أوكي هلا برحتك عادي أنا عايشة مع الشيطين أنت your mother is activist نعم she is feminist feminist human rights activist صحيح فأخذتها الشي من الوالدي الوالدي والوالد طبعاً ماما أكتر طبعاً مع المرأة مع النساء أكتر هو الوالد مضطر يكون feminist بص هو الله يرحم وهو كان أبوي كان بيدعم كل من هم الأقل حظاً يعني the last fortunate عموماً كانوا فقراء كانوا طفولة محرومة كانت امرأة بتعاني امرأة معنفة أنا كبرت في بيئة فيها أب وأم ومثقفين متفتحين جداً مستنيرين قدوا حياتهم وعمرهم في دعم الآخر يعني كانت قضيتهم في الحياة هو دعم الآخر وخصوصاً لو أضعف في البيت أنا ما بحسش بهذه الحسيس لكن في مجال العمل في مجال الأسرة عندنا المرأة ليها تكريمها كبير جداً المرأة عندنا يعني امرأة وأمه وزوجه وعملها ونجاحها يعني تلعب كل الأدوار بره الباب البيت بره الشقة بره هي المشكلة دائماً في مجال العمل بشرة بس ما عم تلاقي إنه خلينا ناخد مثال مثلاً المجتمع الأجنبي أوكي بس ما بتلاقي إنه تماده كتير أو زاده يعني بمفهوم حتى وصلوا يعني للجندر يعني صارت صارت القصة أنه أوكي الحرية وصلت لدرجة بس صارت عم تخلط وعم بتأثر يمكن على الأطفال وحتى المجتمع الأجنبي دلوقتي يبتدى يعود إلى المحافظة أكتر بات أكثر محافظة يعني زي ما بيقولوا وفعلاً هي المشكلة في سوء استغلال أي شيء والمبالغة فيه وتطخيمه وكلمة overrated it's true على فكرة أنا من أول ما نادى بحقوق الست ضد التحرش مثلاً في مجال العمل في الشارع في الموصلات في أفلامي أنتكت ما يثبت ذلك والحمد لله حق نجاح كبير في المستة سبعة تمانية ودي كانت رسالة يعني مبطنة لكل المتحرشين وفي نفس الوقت المجتمع اللي بيفجر متحرشين بيبقى السبب لأنه دايماً بننسى ندور ليه فلان أصبح هكذا ليه سلوكياته هكذا فإحنا عندنا مشكلة حالة من المبالغات في كل شيء ففي طيار الفامينزم ساعات بيبالغ زيادة عن اللزوم وبيتاجر بالقضي وفي نفس الوقت الطيار الآخر بيبالغ وبيغالي في الرجعية فالوسطية من أحلى الحاجات وأنا دايماً يعني برفع لباقي الوسطية ودايماً في أرضية مشتركة نقدر نتقابل فيها كلنا ما عرفش ليه بنضيع وقتنا طول الوقت في نقطة الخلاف مش نقطة الاتفاق مع أننا كإنسان عندنا نقطة اتفاق كثيرة كلنا بنبكي وبنتحك وبنسعى وبندور على السعادة وبندور على النجاح وبندور على لقمة العيش وا 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 ما عرفش ليه بنسيب الأساسيات دي ونتصارع فيها وندايق بعض ونسيب النقطة الاتفاقية مصبوط ما هي ممكن المنافسة أو التقاليد القديمة اللي حاطينا براسنا وماعتبرينا كمان يا أما رجولي يعني كده مرات تكون قمع المرأة من نوع من أنواع الرجولي يعني عرفتي كيف أنه السيطرة وأنا لا ما بقبلوا هالقصص هاي دي يعني في موروسات سيطر بالحب بالعقل هقولك فيه مشكلة احنا في مجتمعاتنا العربية برضو في رأيي يعني الظاهر أكتر من الباطن التعريفات أنا مشكلتي الأساسية دايما نقول التعريف تاه التعريف ما هي الرجولة هل هي الزكورة هل إنك مكتوب في البطاقة ذكر ده معناها إنك رجل أي تحمل الشهامة والجدعانة وكل مقاومات الرجولة الحقيقية كما جاءت في التعريف الأساسي في المعجم يعني الوجيز ولا أنت تتاجر بمسام الرجل ونفس الشيء للمرأة أنا ست بحاول أجد الأردية المشتركة في كل شيء على فكرة يعني العدالة عشان كده بقولك الطيارين عندهم أخطأهم وإخفاقتهم فللأسف دي الرجولة المغلوطة يعني المفهومة غلط في نفس الوقت المرأة ولا هي كائن خانع وخاضع ويعني مستهلك أو يستخدم فقط لإمتاع الرجل والإنها من الحاجات اللطيفة بس هما الاتنين المفروض يبقوا متعذنون ولا العكس ولا الهيمنة والسيطرة ومش رح تاخد مش رح تاخد دور الرجل أو مش رح تلعب دور الرجل يعني حتلعب دوره بالكامل بالكامل والرجل بديلعب دوره بالكامل بس مش ضروري نكون نحنا ايكل أو متساويين بنفس كل الأشياء حتى يعني مش متساويين بالنتائج يعني ممكن يكون متساويين نحنا عنا فرص بالحياة يعني نحنا نعطي فرصة للمرأة على أدمم نعطي فرصة للرجل ولكن النتيجة ممكن اللي عم ناخدها من اللي عم تعطيها المرأة ضمن ظروفها وضمن إمكانيتها يعني مثلا إذا الموضوع رفع أسقال مش رح نقول للمرأة بتكون عم تعطي نفس النتيجة بس نحنا بنعطيها نفس الفرصة هما فيسيولوجيين مش 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 شبه بعض طبعا علميا مزبوط بس هقول لك وجهة نظري عندي نظرية بسيطة جدا مشكلة ندقات كتيرة بحقوق المرأة وارتفاع مستوى المرأة ومكانة المرأة في المجتمع ولا أنا نفسي من من الناس اللي بحارب لها وبدافع لي مشكلة لما ارتفع ده جدا جدا في المجتمع آآ هو الرجل ما نزلش بس هو رجل بقى في مكانه في هذا السراع أو في هذا المتش أو الجيم ده فالرجل بفضل في مكانه فبقت الفجوة كبيرة جدا بعد ما المرأة وصلت وأخدت يعني حقوق وإمكانات معانه ورجل زل رجلا في مكانه فحاجة من الاتنين يا إما الرجل يجتهد عشان يعلي تاني مع الست يا إما هتطلب من الست كل مكتسباتها وكل ما حققته على مر التاريخ وكل اللي حاربه علشان هقول مرأة وأنها تنزل تاني وتعود إلى الكوخ يعني بس تعرفين شو اللي عم بيصير ما هي الحركات الفاميناست النسوية النسوية كمان من باب تقوية النساء كمان عم بيصير في تضعيف للرجال وهيدا هيدا الموضوع غلط يعني الرجال بالعكس كل ما بتعطيه وبتعطيه قوة هو بيصير ألطف وبصير لأنه قوي بيبطل عنيف يعني كل شخص عنده الإحساس من وهو ولد لما بتعطيه أنت كأم في بيفتري فيه بيفتري ده اللي مربية أمه بس اللي بيفتري هو ضعيف صدقيني بس اللي مربية أمه وإحنا بنتكلم عن نوزج اللي أمه مربية منيح أو مربية كويس اللي أنت بتتكلم عليه ده اللي بيصير ضعيف اللي هو مأخذ الرجلية الكافية هو الإنسان بيصير ضعيف ويصير مؤذي أكتر من الرجال القوي أنا معاك جدا على فكرة أنا معا على فكرة حتى لو في جمعية لحقوق الرجال وحماية هتلاقيني برضو وقفة معاهم لأنه أنا وقفة على الشعر اللي ما بين هذا وذاك في كل شيء يعني أنا أزعم أنه ربنا الذاني القدرة على أني أرى النقاط عند الأطراف المختلفة يعني I think I'm a bridge I'm a very good bridge as a person يعني أنا شغلتي في كل الاختصاصات اللي اشتغلت فيها كانت جسر because I know how to play this game أنه وبعملها بقناعة حقيقية وبconviction حقيقي أنه إزاي أنا برج الميزان كمان خلي بالك متقلب فالبالنس يعني أنا بحس أني الرومانت الميزان عادة أني أحاول أجد البالنس ما بين الأطراف المتصارعة عموما أو المختلفة فأنا معاك كتر النداءات النسوية المبالغ فيها واللي يتم المتاجر بيها بتضعف برضو من قوى الرجل ومن تعريف الرجل لكن هي الفكرة أزمة أخلاق في رأيي في النهاية أزمة أخلاق الإنسان كان رجلاً كان امرأة أزمتنا الحقيقية تلخص تحطها كلها في نفس السلة سلة الأخلاق صح أنا مش معا أنه نضعف المرأة يعني ما ينفهم أنا بالعكس لازم نأول مرأة ونن ونأول رجل بنفس الوقت طبعاً لأنه اتنينتهم بساعدوا بعضهم إذا هنه إذا هنه قوية فكرة سكس سابن ايت أو ستة سبع تمانية قصة حقيقية أو مقتبسة من قصة من قصة من قصة من قصة من قصة من قصة طب فكرة من هي شاركت بالإنتاج وبالتمثيل أكيد أكيد إنتاج وتمثيل هي في الأساس كانت فيلم قصير محمد دياب الكاتب والمخرج هو كان عرضه علي أني أقوم ببطلته أنا وزميل آخر وبعدين أنا لما لقيت أنها فرصة ذهبية أنه إحنا يعني لنا نتوقف عند فيلم قصير ونعمله فيلم طويل والناقش مراحل يعني أولا أشكال للنساء مختلفة لأنه أنت عارف المرأة المتحررة تتهم بأن هي السبب طب والمرأة الغير متحررة المحجبة اللي في المجتمع مشي في حالها أيضا تتعرض للتحرش طب والفتاة الوساطية الطالبة اللي أيضا تتعرض للتحرش فقلت له لأ إحنا لازم نعالج القضية دي على ثلاث طبقات اجتماعية مختلفة وتلاث نمازج لشكل مرأة مختلف يعني مش عاشبها فيها وأعمار حيتهموها أنه أنت كنت لابسي غلط فاتحرشوا فيك فخلص تقص لا هو سلوك خاطئ هو سلوك مشين هي الزاوية احنا بنبص على الموضوع منين احنا مش عايزين نشاور نقول للرجل وحش أو كذا نقول فيه ظاهرة بتحصل ليه بتحصل نوع من التشريح والتحليل هو ده اللي السينما بتقدم والسينما ما بتقدمش حلول بس هي بتسلط الضوء على أو هي مراية لما يحدث في المجتمع بتسلط الضوء على اللي بيحصل احنا مش شغلتنا احنا كفنانين ومبدعين ان احنا نقوم بدور القاضي والجلاد والمحقق والمحامي مش شغلتنا وللأسف تدت تترمي علينا هذه المهن وانه انتقد على هذا الأساس في حينها شو عم تعملوا من بعد الفيلم شو عم تعملوا لا وانه احنا كمان انت بايت دور المقوم والمدرس والمعلم ولانه المؤسسات التانية لا تقوم بأدوارها صحيحة للأسف عندها مشاكل وفجوات محتاج ان هي تسدها فبالتالي بيدوروا على The second best thing أو The next best thing مين تاني أشهر حد مثلا بعد السياسي أو بعد الشخصيات المعروفة الفنان أو العيب الكورة المشهور عموما فإحنا بقينا يرمى علينا أو يعني نمتقد وندفع فواتير ونحاسب على مشاريب في حقيقة الأمر مشربنا هاش بس أنا هشرب بلقتي بس يعني كمليلي فاهميني أكتر أنه شو اللي عم ينطلب منكم أنتوا عندهم رائع وأخذ جايزة جايزة دبي مهرجان دبي فعلا أكتر من جايزة ومهرجانات أخرى عالمية في الأوروبا وفي أسيا وفي الهند وفي أكتر من دولة في العالم كيف كانت ردة فعل الشارع المصري على هيدا الفين وطبعا في الأول انتقدوا وترفعت علينا قضايا بتشويه سمعة البلد من خلال أو الشرطة أو مش عارف نيه الفيلم أو لا الشرطة يعني ما كانش ما فيش أي تركيز عليها بالعكس يعني كان نموذج الشرطي عندنا كان نموذج ناصح مثل الأب اللي مش عايز مشاكل هم خليهم يروحوا على بيتهم تركيبة في مشكلة الـ DNA عندنا الـ DNA العربي دي مشكلة كبيرة جدا عندنا انه انت عندك مشكلة فكر ومعتقدات انك لو اتكلمت بصوت عالي عن مشكلتك أو رحت لطبيب نفسي أو طلعت وقلت انا حصل لي كذا ده معناها ان انت بتفضحنا وده العار وما يصير ومش مظبوط وكذا فهي العقلية الطبيعية لكل الرجال بالفكر ده لكن الشارع نفسه اه طبعا انتوا ليه وليه بتعملوا فيلم زي ده وده بالذات كان أول فيلم في وقته يتكلم عن نتكلم سنة 2010 الكلام ده فهس أنا مؤمنة هو دايما أول حد بيقوم بالشيء بياخد كل الرصاص الأول كل اللي بيسموها ايه يعني الضربات متتالية متلاحقة بدون رحمة فلازم يبقى الشخص اللي بيقدم الحاجات دي بقى واخد قراره مسبقا أنا داخل وعارف انه داخل معركة وانا غاوية معارك يعني ما بت ما بتضيقنيش المعارك بس قديش يعني وصلت وصلت للبنات كم يعني كم بنت عايشة هيدا الموضوع عايشة هالمشكلة هلا نحن عم نحكي بمصر بس هي نموذج في العالم كله بزبط فهي موجودة بكل العالم بس يمكن أشكال مختلفة بزبط أنماط مختلفة والزحمة مصر ممكن تخلي الموضوع أسهل كمان هي دي مشكلة الزحام الكثافة السكانية الغير محسوبة في ظل ما يشهده العالم من نقص في الإمكانيات والصراع من أجل البقاء علشان السروات الطبيعية الموجودة وهتقسم على كام إنسان في العالم لذلك هناك مؤمرات هنا وهناك عايزين السكان يقل وعايزين الناس نضرب فيروسات الناس يعني الناس تقول لي نظريت المؤامرة لا أنا بحب نظريت المؤامرة لايه التحرش عم بيكون هلقدم موجود بهالكمية هاي دي يعني أسباب اللي أنت طلعت فيها من بعد هالفيلم يعني هل لقيت إنه المشكلة اجتماعيا عند الشباب مشكلة المرأة ما قادرة تحكي إنه عارف إنه عم يستضعفها يعني الرادي عارف إنه هي شو ما هيعمل هو استباحة المرأة قصامتها استباحة المرأة الضعيف الصامت أو في وضع ما يسمح لها ش تتكلم طب ممكن الكبت نفسه يعني ممكن كمان إنه يعني ما في يعني يمكن ما بعرف قديش كمية المدارس اللي عم يكون فيها الاختلاط وهالأمور هاي دي اللي عم بس هو في العالم كله بالعكس ده في حواد استحرش في العالم الأوروبي والغربي يمكن أكتر وبنسمع عنها مخيفة أكتر هي بتختلف من مجتمع لآخر بس هي موجودة بأشكال مختلفة لأنه في مجال العمل في تحرش وبعدين أشهر قضية سمعنا عنه عن هارفي واينستين في هوليوود يعني وده مالوش علاقة بالمجتمع العربي ومع ذلك وهاشتاج ميتو ده تعامل بسبب قضية زي دي والكثير من القضايا الأخرى بس ده مجرد مثل يعني لا طبعا بص الأخلاق تاني أزمة أخلاق أزمة ثقاف تعليم تحقيق النفس تحقيق الزات الشباب المكبوت مش بس مكبوت جنسيا لقى الشباب المكبوت إنه مش عارف يحقق نفسه مش عارف يحقق ذاته مش لقى شقة مش لقى شقة مش عارف التدرج الوظيفي مش قادر يلاقي وبعدين بيشوف على التلفزيون دلوقتي مغريات مريعة يعني خيال قصص أفلام يعني كمان المجتمع بقى مفتوح جدا والسوشيال ميديا والإنترناشنال يعني ميديا عموما أو ميديمز الوسيط العالمي اللي موجود دلوقتي بقى يعني مغرياته صعب جدا التحكم فيها والتوقف عندها فلا الشباب طبعا مظلوم ساعات كتير جدا في اللي بيشوفه فإنه مش سعيد الحالة الاقتصادية لا لا الأسباب وطبعا عيوب في التنشئة الاجتماعية عموما في الأساس برضو اللي هي بترجعنا لأزمة الأخلاق دايما بس لو أنا ضد الحكم المسبق عند بس ولكن رعب رعب يعني عمل حد لهيدا الموضوع يعني كمان كما قلت بهوليوود التحرش موجود وين ما كان بس كان مستباح انه شو بدي يصير ماكسيمو شو بدي يصير ما حدا رح يحكي ما حدا رح يحكي مش رحب بس هلا لما عم يلغولك الكارير كله سوا كمبليتلي يعني عم بيش انت عم تخسر وطلبة منه تستاب داون من الشركة وغيره ويعني انت خلاص يعني مش رحك كله اللي تعبت فيه انت بسبب هفوة او تصرفات هفوات مجموعة هفوات وتصرفات خارج السياق هو هيدا اللي بتعرف الشغلة انا بحبها بالامارات هوني الشيخ زايد الله يرحمه الله يرحمه يا رب نزل قرار انه اذا المرأة تحكي بس بتقول انه انا صار معي واحد اتنين ثلاثة لا بدت شاهد ولا بدت اي شخص يقول انه هي عم تحت مضبوط صار في يعني هندرد برسنت العالم التزمت مية بالمية يعني كمان القانون القانون والتشدد انه مش محتاجة تقعد تشرح لانه الملت مش رح تيجي هي من راسة لو كانت يمكن صفر واحد بالمية بس الاجمال اي امرأة سوية بيكلم عن امرأة سوية فالسرامة مرات مهمة القانون هو اعمال القانون وتنفيذ القانون واحترامه في رأيه من اكبر الحلول للظواهر الغريبة الدخيلة على مجتمعاتنا عموما نتيجة للانفتاح الكبير اللي احنا بنشوفه فلا طبعا انا شيخ زايد على الراس يعني هذا الرجل المستنير اللي فعلا كان عنده نظرة مستقبلية لكل شيء يعني وكأنه كان جاي من زمن آخر يعني فطبعا وكان يعني خصوصا مع المرأة يعني مساند للمرأة مستنير يعني يعني بتذكر أنا كنا نشوفه بأبو ضبي كان يطلع على الكورنيش ويسلم على العالم وخصوصا النساء اللي بيجوا بيطلبوا منه طلبات وما بردهم ولا مرة ردهم وحب مصر حب يعني أنا سكنة في الشيخ زايد في مدينة الشيخ زايد اللي هي من أحد استثماراته ودعمه هديال العظيمة لمصر لا يعني هو من أكتر الناس اللي بشوف انهم حبوا مصر بصدق وورى هذا الحب لمن جاء بعده وزريته وعشان كده العلاقات المصرية الإماراتية وحنا منحتفل بحوالي خمسين سنة دلوقتي علاقات أخوية كبيرة وانا هايو دا مش كلام مجاملة أنا حقيقي من المعجبين بالنموذج الإمارات في الوطن العربي وخصوصا كل البذور اللي زراعها الشيخ زايد اللي بيفكروا مجاملة هن المعاشوا بالإمارات وما شايفوا الإمارات نحنا صارنا عمر بالإمارات ومنعرف شو الإمارات وشو تعلمنا من الإمارات خبريني شوية عن طفولتك يعني من لندن خلقتي ب بكيمبرج بكيمبرج بريطانيا بريطانيا وخطي الباسبور بريطانيا تقريبا أنا آخر واحد أتاخده قبل ما مارغريت تاتشر تلغي تلغي لأن الأطفال ياخدوها بالمولد يعني طب هلأ إذا واحد خلق ببريطانيا مش هياخت الباسبور لازم يعيش بقى شوية أو لازم يكون لأب أو أم يحملوا الجنسي بس أنا تقريبا يعني لحقت في التمانينات زمطت فلت زي ما بيقولون فيه بريفليج معين بتلاقيه يعني بتحسي أنت أنا بريطانيا شوية عنا بريفليج أعطاك فتح لك باب القيم قيم الانضباط قيم الاحترام الموعيد قيم The British people are very polite until you bother them بس أنا I believe that The British من الشعوب الحقيقة مهزبة جدا ومنضبطة ومحترمين الناس عرفة يعني إيه طبور يعني موعد The line الناس عرفة أن إيه معاد الناس عرفة يعني إيه check the weather before you leave the house ناس الملكية طبعا فرضت نموذج كلاسيكي على lifestyle رغم التحديث والمستجدات يظل هناك شكل للبلد جاي ومنعكس من الملكية وهم deep-rooted جدا في التقالية وفي الحاجات دي كلها فاتعلمت بقى من بريطانيا الجوانب دي اللي نفعتني في شغلي في العالم يمكن أكتر في مصر بعاني عشان موضوع الموعيد وإحنا نتعرف التعارب عموما بريطانيا بمصر صعب شواء بريطانيا بمصر عديها في البدايات بزات يعني بس نفعتني لأنه أنا شايفة احترام النفس من احترام الموعد واحترامك للآخر بيبتدي باحترامك بالموعد والانضباط ده شيء جميل جدا وبيوفر كتير قوي 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 ما فيش مانع من بعض اليونة والفلكسيبليتي ما هو أمني له طرقات وأمني له سيارة تشيع لي يعرفت كيف تأخر خمس دايق هم اتخانق مع مراته جاي حسب عايش فين حسب عايش فين ومع مين طبعا لا فيه لابد مهي الميزة انك انت عربي مصري عربي منفتح وخلقان برا أو مولود برا أو متطلع على الثقافات الغربية عندك فرصة ذهبية انك انت تعمل انك تجمع الأفضل في الثقافتين أنا بشوف ان دي ميزة كبيرة جدا يمكن لا عند الأجانب الوحدهم ولا عند العرب مش انهال نحن العرب نتميز لما منسافر برات البلد يعني ميكون عنا قيم ومبادئ مسكينة وشوي صار فيه ليوني وصار فيه حداسي وصار فيه يعني تلمعت واتضبطت الأمور مطلوبين بس يبقى فيه يعني الاول مش عايش وبالصدفة ميك الزبط كم ليلي خلقتي ببريطانيا أمك أبويا كانوا بيدرسوا هناك والأم والباي مصريين والأم والباي مصريين فيه أصول طبعا مختلفة مختلفة فيه أصول أبروسية فيه أصول شقرة شكلي فيه أبروسي من أبروس فيه تركي فيه أبروسي وتركي وفيه سعودي كمان عندي عندي وصول قراشية من ناحية الأب وفيه ميكس كده خليط عايزة عمله عملته بس هل نصدق ولا لأ لك مش عارف هي بنت خلتي عملته علشان الأكل الأفضل إيه فصيلة الدم وإيه تاكله أفضل لها والجسمها وال دي ايه بتاحها فكرة تعرف أصولك إيه والله ممكن حبهم للثقافة وللفنون ولل عموما يعني التحضر والتمدن والتقدم والتطور فدفعوا بيه إلى أكثر من مجال من التفولة درسوني أو خلوني أدرس بالي موسيقى في الأوبرا في الأوبرا في مصر درست بالي درست حرة 12 سنة من وانا طفلة يعني درست رسم ونحت وفي أحد المتاحف عندنا برضو يعني كانوا مخلييني طفلة مشغولة جدا مش فاضية ده بعاني منه دلوقتي إنه إنه لما بعد دقتين فاضية بحس في حاجة غلط إنه وراي حاجة شغلوك فنيا شغلوني فنيا وثقافيا جدا معسكرات مع الأمم المتحدة لحقوق الطفل ودراسة قوانين حقوق الطفل سفر مسابقات دولية في الغناء يعني كنت طفلة مشغولة جدا حقيقة هم شغلوني جدا جدا وأنا في المدرسة كمان كانت دايما حفلة المدرسة أنا مشاركة فيها بأكتر من شيء مطربة رقصة بالي مزيعة الحفل يعني أساعد مع الأطفال الصغيرين كمان التدريب وكذا فيمكن ده اللي خلى عندي نظرة بانورامية للحياة وللفن والفنون والإدارة يعني ساعات تقول إمتى اكتسبت الخبرات دي فتلاقي إن أنت بتربع عليها من وإنت صغير وبتترسخ فيك فبعد كده يجي حد يتساءل هي ليه بشرى بروديوسر هي ليه بشرى تدير مهرجانات وتؤسسها هي ليه هي مش بتمثل وبتغني بس هي حالة كده يعني شاملة من المخزون والخبرات يعني مضبوط وهو شغف وهو الفن يعني مجرد ما روحد يسويتش على الفن خلاص صار فيه ينتقل من وخصوصا إذا عنده رسالة أو باجروند مثل ما عم تقولي يعني أنت بأفلامي كان فيها رسالة قوية وجاي من باجروند مثل ما تعلمتي مثل ما أمي كمان كانت أكتيفست أبويا بيجي أكتيفست كمان أكتيفست يعني هو مناضل ومفكر سياسي ومفكر اجتماعي باحث اجتماعي وكان برضو من الناس اللي بتنازي عشان الحد من عمالة الطفولة الطفولة العاملة يعني وأنشأ مركز لرعاية الأطفال العاملين في مجالات اللي فيها عنف على الطفولة وليمش عنف حتى جسد يعني فيها مشقة على الطفل سواء الفخار صناعة الفخار ورش السيارات المدابغ صناعة الجلود لأنه الحاجات دي فيها روايح ممكن تضمر جهاز التنفس للطفل يعني أنا من وانا طفلة حتى كنت متطوعة وباحثة مع الوالد والوالدة وعمتي الله يرحمها علشان الموضوع ده وساهمت بمجهود تطوعي الأطفال كتير جدا من أطفال الفقراء وأطفال العاملين أنه نساعدهم يعيشوا حياة كريمة ولو ليوم في الأسبوع يعيشوا حياة الطفولة الطبيعية جدا وهم أصلا مفروض يشتغلوا يعني مضطرين عشان يصرفوا على عائلاتهم وهم بيتركوا المدرسة في سن مبكر فيعني طفولتي كمان كانت فيها على قد ما كانوا شغليني برضو كانوا خليين عيني دايما شايفة الحياة الأخرى الأطراف الغير مترفة الأطراف الغير محزوزة الأقل حظا زي ما قلتلك فعشان دايما يبقى عندك الميزان ده أنك عارف أنك يعني الله حباك بأباء قادرين يعني يعيلوك وكده وفي نفس وقت في غيرك مش محزوز الحال ما نزعوكي مثل ما وما خربوكي يعني الأمرات بيكون في عائلة عندها سبويلد سبويلد هاي الكلمة شو بالعربي سبويلد فسدوك دلعوك 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 زيادة عن اللزمة يعني معظم مش ممكن تقول معظم بس يعني جزء كبير من اللعية اللي هي مقتدرة وعنده فلوس بيطلع الولد شوي يعني مرتاح عوضة بس بيشايلوك هم شوي يعني أنا شلت هم يعني حسا أنا طفلة شالت هم مبكر شوي في الحياة وسبقت زمني وعصري في حاجات كتير جدا وحتى في اللي حققته في مشواري العملي كان بدري جدا جدا يعني جوزي يقول لي انت ركبتي ركبتي السلايد بالمقلوب طلعت لغة يعني زي الركب الزحلية بالعكس يعني عملت كل حاجة في سن صغير تعجب الناس لماذا يعني كنت متجوزي مهندس سوريا أو ما بعرفت بعدك متجوزي مهندس كميائي أبو الولاد من سوريا من حمص أبو ولادي مظبوط المعلومة والحالي نص مصري نص لبناني الحالي اللي هو زوجي الحالي كمان صار في جنسيات مختلفة وإنترناشنل لغات مختلفة جوه نفس البيت وثقافات متنوعة شاملة بالعكس ده بشوف ده غنى يعني ده بأي عمر تزوجتي؟ أعتقد كنت 27 سنة الزيجة الأولى يعني مش كتير صغير يعني كان واعي وكذا لا لا والله ما بتزبط معه بالحياة يعني أنا بحاول أوزن الدنيا كلها من جميع لأنه بتبع عارف أنه لا تنسرق في الحياة العملية مثلا بتلاقي الشغل ممكن هو الشي اللي بيبعد أو بخربة العلاقة إذا الأمرأة مش إنه عم تشتغل بس إذا الأمرأة فنياً وشيز أليدر أو عندها طموح كبير ممكن يأثر على العائلة هدا الموضوع أه طبعاً وينيد هلب يعني فيش حد فينا بيقدر يمشي من غير هلب سواء إحنا في مجتمعاتنا العربية من الحاجات الحلوة عندنا فكرة الأسرة الأم موجودة الجدة موجودة حتى لو الأم مشغولة لو في خالة بتساعد لو في مربية يعني إحنا عندنا ثقافة الأسرة ودي حاجة من الحاجات الحلوة اللي مش المفروض أنه ننساها يعني حتى أنا بعافر دايماً أحاول أعمل أفلام للأسرة حتى لو كوميدي بس في النهاية It's a family movie It's a comedy movie بس في النهاية له برضو مش لازم يبقى غامق وقضية زي شائكة زي 6-7-8 أو زي التحرش الجنسي لا ممكن تبقى الصراعات الأسرية البسيطة اللي إحنا كنانا بنعاني منها زي مثلاً فيلمي الأخير مع علي ماما اللي هي الأم اللي في مجال قيادي وفي موضع قيادي وعندها أولاد أشئية وممكن يخسروها الكرير بتاحها وفي نفس الوقت هما هي مطلوب منها التمارس زورها كأم وتربي خصوصاً في غياب الأب ودي أزمة كبيرة برضو موجودة عندنا في مجتمعات يعني الأب الغائب يعني الأب ققيمة والأب كجسدياً مش موجود سواء بيشتغل برا علشان أكل العيش أو علشان هو توفى أو علشان هو ساب المسئولية للأم بشكل تام يعني مشاكل العالمية بس عندنا شوية بقت متكررة كتير قوي لأنا هيدا سؤالي هل إنه طموح المرأة أو يعني مرات بتوصل لمحل لأنه تقول أنا بدي أعمل بزنس لحالي بدي كون أنا مشهورة بدي كون ليدر هل بيأثر على عائلتها بمعنى أنه تلاقيها ما عنده فرص نجاح بإنه تكمل مع الشريك آآ أو طبعا ما هو داي رجعنا ما هي رجعنا لفكرة التنافسية بين الرجل والمرأة إنه لما المرأة بتكون نكحة ومتحققة لازم يكون الزوج اللي معها متفهل مش متفهل متحقق عشان الرجل يقدر يفهم امرأة ناجحة وقيادية وليها استقلاليتها مادية وفي الشخصية وفي الأراء يجب أن يكون هو رجل مكتمل رجل متحقق أنجز شيء في حياته آآ قدر يعني يبقى عنده السكينة وال والثقة بالنفس والثقة النفسي وال والمادي وال في الشخصية عشان يقدر يسند المرأة الفلتر الفيس أب الفيس أب حلو صار نلعب عليه لأنه ساعات ما عندك وقت تحط ميك أب وما عندكش وقت تعمل ففوت على الأب ويلا مش طبيعي مش سحر آآ سحر فعلا ويلا اللعبية وحرق حرق إنه AI اكيد بالطبع يفهم عليك وفش جيد يعرف شو بدك بكره الارتفيش الانتليجنس يختر لنا العرسان بالجواز شفتي هيدا اللي بيكتوب بسكريبت الارتفيش الانتليجنس نسيت شو اسمه بيكتوب بسكريبت مش بس الكريبت يعني يعمل لك موفي آآ يس بتعطيل الانفورميشن بيعمل لك موفي بيعمل لك مثلا تحليل بيعمل شي فظيع عالتقول إنسان عم يقعد ويكتب يعني بصراحة هي لغة العصر صعب نمشي ضدها ولكن هي مخيفة قد ما هي سريعة ومتوغلة جوانا قوي كده الكمبيوتر بيعرفك أحسن من نفسك الكمبيوتر بيعرف أنت عايز إيه طب أنا بعد كده مش هنتجوز لأنه بعد كده أنا عايش يعني خلاص أو فأنت فهمت بعد كده فيه تهديد على الحياة الأسرية وعلى الزوج وعلى الرجل على فكرة التهديد اللي بنتكلم عليه اللي جاي للرجل مش جاي من من النساء ولا النساء ولا الصحوة النسوية ولا النسائية هيجي من البديل اللي كمان شوية طيب إذا كل حاجة هينفع تتعامل بالتكنولوجيا هيبقى إيه فايدة الرجل وقتها وهل برضو رحم الأمة هيبقى مهدد you never know فإحنا عايشين وسط المجهول لما بتصير الحواس عم تجي من يمكن هاي دي ال 360 ال virtual reality لما يزيدوا عليها الحواس وال والمشاهد والأمور نصير فيك عندك سفر عندك يمكن تتلاقي بحبيبي وهيا الحبيبي ممكن تكون متا فيرس متا فيرس يعني و هو و هو عاملها متل مبدو مواصفات و لذيذة و ما بتحكي كتير اه معلها في دلوقتي اسمها في سيري وفي أليكسا وفي هدك شو اسمها اللي بالبيت هون موجود كتير في دبي يعني you have a lot اللي هي بتعمل لك يفتحي النور أفليم نور أبصر جون مبعرف شو اسم أليكسا هي فسار هلأ أنا واحد صديقي مرة قال لي قال لي أنا why do I need to get married it will satisfy a part of our but it's called artificial intelligence artificial intelligence يعني مصطنع زكا مصطنع حيضلو مصطنع today it is no today it is artificial tomorrow it will be reality the new reality so you never know it's it's a very confusing thing it depends on the time time is magic امتا الحاجة طلعت انت عصرتها وهي لسه في بدايتها فبالنسبالك it is not real it is artificial because it's new for you بس شوف الفرق بيننا وبين ولادنا بيننا وبين الأجيال الجديدة بالنسباله الطفل عارف يعمل على الايباد بسرعة بسرعة صح انت عشان تتعود وتتمرن ولسه إذا قصت سرعتك في استخدام الايباد بسرعته هو حتلاقي ابنك أسرع منك كتير انا شايفة انه اللي هو النهاردة احنا فيه صلاح جهين هذا الرائع العظيم كان يقولك حاجة شبهة انه ان احنا النهاردة بنشتهي بكرة هنشتهي نغيره اللي احنا النهاردة بنقول عليه بوع بوع وحش ومونستر بكرة هيبقى هو لسان حلنا كلنا وبص ورا كام سنة اول ما الفيديو نزل بعد ما البيتا ماكس نزلت بعد ما الديش الانالوج دخل بعد ما الرقمي دخل وقتها كان مع كل وحش جديد بنقول ايه ده انا مش اغير موبايل يعني ايه استخدم التليفون المحمول وماله التليفون الارضي وبقينا دلوقتي ده انت ماشي لازق عايشين عايشين حتى صاحب فيسبوك مارك زاكربرغ قال نحنا ما راح نقول انه العالم الافتراضي هيدا يعني راح نقول هيدا عالم حقيقي بس ديجيتل موازي والعالم الفيزيكال اللي هو مادي ولكن هن اتنين عالمين رياليتي يعني امر واقع مفيش مهرب بس نحنا بنحاول لسه نفهم هيبقى عامل ازاي ولادك قد اعمارون اسماعيل عشرة وليلة تسعة وشو عندهم ميول فني ابني عنده ميول الكترونية بنتي عندها ميول فلسفية نقد جدلية ادبية اكتر يعني ورسم يعني بنت لأمه والصابي لبيو بيو مهندس ابو مهندس كيميائي يعني يعني علمي انا ادبي فاي تنك ممكن اه بس ممكن في لحظة الاطفال يتغيروا يعني ما ما تعولش على انه ده اللي هيكمل انه في لحظة الانسان ممكن يتغير ويشتهي حاجات مختلفة ويقفل من حاجات معينة ويختار زي الرياضة بتعلمهم رياضات مختلفة في الاول لحد ما تعجبهم وحدة ويثبتوا فيها يعني الله يعيننا عليهم وعلى الاجيال دي يعني كنت عم بسألك اذا الكارير تبع النساء او فيه النساء ممكن يوصلوا المحل بعمر معين لقرار او كرايسس معينة انه انا مكمل بهال بهال منافسة بهالضغط وانا حاب يكون عندي ولاد او حاب يتزوج او حاب وخصوصا بالمنافسة مع الشباب اللي هن ما عندن مشكلة نفس مشكلة يعني ما عندن نفس تشالنجز اللي عند ايها الامرأة لانه قادر يكون عنده عائلة وبنفس الوقت هو يشايف انه المنافسة ويلاقي نفسه بس بالشغل بيخضم لمعركة الحياة العملية اما الامرأة في عندها دور معين الله خلقه انها هي بده تنجب وتربي الطفل هل موضوع طلاقك هل هو اثر العيل اللي انت ما قدرت تكمل فيها هل هو كان في هالشالنج هايدي عندك انه انت ما قدرت تستمر لان عندك طموح بالشغل والله في ستت كتير طبعا بتقع في هذا الفخ الاختيار وانا مش عايف يعني مش فاهمة ليه 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 الستة متقدرش تلعب الادوار كلها بتنظيم الوقت يعني time management وبالدعم من الناس اللي حواليها انا I cannot comprehend يعني why not this is my يعني معرفش my state of mind انا ما بفهمش ليه ليه مضطرين انه انا الستة ليها دور واحد هو البيت والأمومة وكذا ولو عملت ده مش هينفع انها تشتغل وتحقق نجاح في الكرير بتاحها وكذا وكذا ليه حصلت قبل كده كتير وامهات كتيرة ومجتمعات برا المرأة لها حقوق في كل الادوار انا هي دي النقطة اللي انا مش عارف احنا ليه مش عارفين نوصل لحل وسط فيها عندنا في مجتمعاتنا ليه لانه دايما فيه بعد المنافسة او فيه زوج بيفرض على الزوجة لو هت تخلي فيه يبقى تعودي في البيت وما وكأن الامر مش متروك للزوجة هي نفسها تشوف اذا كانت عايزة ده ولا لا يعني هي تقدر ولا لا اما هي قدرات على فكرة فيه حاجة اسمها فروق فردية هناك بعض الناس يستطيعون واخرين لا يستطيعون هي موضوع مش راجع للمنافسة او الاختيار ما بين الكرير والبيت موضوع راجع للانسان قدراته عاملة ازاي وتنظيم الوقت عاملة ازاي وحدود المساعدين حواليه عاملين ازاي وده طبعا يرجع لقدرته المالية او يعني الامكانات المتاحة لي فانا ما بفهمش احنا لي بنعقد الامور يعني دايما بس ما كانش له علاقة في حياتي انا الطلاقي ما كانش له علاقة خالص بالكرير بالعكس سواء ابو الولاد الله يعني انا عم جبك على الموضوع طولتلك انا وانا حقول لك لا الله المسيب الخير لا هو رجل متفتح ورجل عمره مواقف في طريق الكرير بتاعي ابدا بالعكس استحمل كتير ضغوط وغياب كتير وصفر كتير وحاجات وانا شايف ان دا دوره لانه هي الحياة takes two to tango it's not one person only I help you with things you help me with things وكله لصالح الاولاد لما بيكون فيه اولاد في الاخر التناغم والنموذج اللي انت بتوريه الاولادك الاب والام ازاي بيساعده بعد عشان هو ينجح عشان هي تنجح مش واحد بس في هيمنة وسيطرة من طرف على الاخر وعايمين الاتنين على فكرة مش الرجل بس الاتنين العدالة يعني في الده فلا بالعكس هو كان رجل متفتح وداعم احنا اختلفنا لانه احنا طبعنا مختلفة ارتمنا في الحياة مختلفة what we ask of life is different المعادة اللي تقابلنا فيه في حياتنا وفي عمرنا احنا الاتنين وفيه فرق عشر سنين بين يو بين الدسجن الجواز ما تبناش على اساس سليم الا في حاجة واحدة بس انا لم اختق في اختيار اب لأولادي هو اب جيد جدا جدا للاولاد وافضل اب ممكن الاقيه انما انا اخطأت في اختيار رفيق الحياة والشركة الحياة اللي انا ارتاح معي وده رجع لطبع المعطيات كتير قوي الضغط المجتمعي مهنيتي بتخليك ما بتاخدش وقتك انك تتعرف على حد بشكل حقيقي فيه اجبار دايما انك انت تتزوج وتخلي الاطار رسمي علشان المجتمع ما يتكلمش والجمهور وده موضوع الحقيقة بعد ما كبرت شوي وانا ضقت لقيت انه يعني 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 ياريتني ما كنت حطيت المعيار ده في حياتي ومع ذلك المكسب كان ايجابي لانيتي كانت طيبة من الاساس بس بس معيار الاختيار بتاعي كان ميزانه مش مظبوط اوي وقتها وفيه عنصر خبرة وفيه عنصر حكا التانية يعني وعنصر اللي عطول بناخد برأي اشخاص تانية وعنصر نتأثر بالاهل او بالاصحاب وخصوصا بعمر معين بتلاقي انه اصحابك تجوز وبيصيروا يعني يشجعوك على الموضوع والكريم وهن مخصن يعني الواحد بياخد رأي اصحابه بهذا الموضوع يعني اسوأ شي القرار الوحيد اللي بقول كل ولد وكل بنت ده القرار الوحيد اللي منحقق تكون اناني فيه الى ابعد الحدود تستمع للنصيحة ولكن ده القرار اللي انت لازم تاخده بمحض ارادتك كاملة دون تأثير ولا من عائلة ولا من مجتمع ولا من رغبات ولا من ولا حاجة القرار ده ان تكون اناني هذا الشخص سيسعدني وبالتالي انا هسعده هذا الشخص لا استطيع العيش بدونه فبالتالي احب اعيش معاه بجد مهما كانت الصعوبات والتحديات غير كده لا صح غير كده المشكلة انه احنا اصلا مش عارفين اذا هذا الشي صح ولا قلط او يعني هي بتجي من البداية انه مثلا الاهل ماعطو الحرية الكاملة للمرأة او للشاب انه خود راحتك انت نقل اللي بدك بالعكس بتجي الام اممكن انا بتمنى لك هيدا هاي البنت انا بتمنى لك هاي المواصفات والولد بيتأثر باهله بيتأثر بانه المجتمع بيقوله هاي الامرأة هيك منيحة او هيك مش منيحة وبيعطيه المواصفات مسبقة هو من جوا بيكون عارف يمكن بيصير عنده شك كزا هيدا بيكون عم ياخد على المواصفات مش عم ياخد على احساسه ساعات مش الاهل والله المجتمع عموما انا بحس ان الاهل ساعات بيبقوا طرف ضحية في المنظومة دي حتى الاهل لانه بنت خلتك جوزت وعمرت وجالها شبكة كزا وكزا وكزا فانت هتعمل لي مش عارف ايه مش اقلم بنت خلتك ما احنا عائلة واحدة في المجتمعات بقى باختلاف الطبقات الاجتماعية المختلفة يعني الفقيرة المتوسطة المرتفعة كله هي العقلية واحدة بس تاخد مختلف في المقارنة كمان وفي رزة في نهلك رزة اه دي اسم العيلة عفتخر باسم عيلة والدي يعني في كمان غير انه المقارنة المرات الشخص بيطلع من طبيعته لما بين شهر او لما بيصير ناجح بالحياة اجتماعيا بيكون عايش حالي معين مثل ما انت قلتيلي قلتيلي انا رجعت على الكنابية محتاج اعود مع حالي محتاج ارتاح لانه انا هون لحالي انا ما عم بتأثر بايها باي حدا حتى بالكارير اللي انا ناجحة ومحبه بس انا بدي بريك عجنب حطيته عجنب حطيته عجنب لتتعدي مع حالك الزواج ممكن يكون كمان احنا عم نربطه بحالتنا الاجتماعية اللي هي ممكن تكون مؤقتة او حياتنا العملية اللي هي تكون بيهلأ بقمتها الواحد بسيكون عمره بثلاثين واحدة وثلاثين اثنين وثلاثين بتكون بالبيك تبع الحماس والطموح وبهاي اللحظة بروح بحط التارجت على شكل معين لرجل او امرأة بيقول انا هيدا الشي بناسب هلأ هالوضعية اللي بس ما بياخد وبيرجع بيقول طب انا شو بدي مش الكارير شو عم يفرض علي او مش النجاح او مش العالم او مش الاصحاب عم بحكي يعني عن خبرة او عن يمكن اشخاص يكونوا مرأوا بهذا الشي هقول لك ان الانسان اهم حاجة تجاوز للاسباب الصح في الوقت الصح احنا من نتجاوز في اوقت غلط لأسباب غلط بدغوط مش مفروض ان احنا ننصاع وراه او لزهق او لتسلسل مجتمعي محفوظ احنا حافظ مش فاهم زاعت يعني انت جاوز خلاص انت دخلت المدرسة وخلصت الجامعة اشتغلت يبقى لازم تفاضلك ايه عشان تقفل كل المربعات انك تجاوز طيب وبعد ما جاوزت هتخلف امتى السؤال السقيل المعتاد هنفرح بيكي امتى الضغط ضغط في كل افراح العائلة وفي كل المناسبات هنفرح بيكي امتى فجأة فده طبعا ضغط غير عادي ادعى المرأة كمان الولد كمان ما نازم تلحق تتجاوز بقى الحسن كده انت هتبقى بقى بتعرف لي واحدة وثنين وثلاثة واربعة وبعدين مش هنعرف نلمك وبعد كده هتعجبك عشت العزوبية فبعد كده هتبطل تجاوز بعد لما تبطلت جاوز مش هتلحق تخلف وسنك هيعدي مش هتلحق ما عندك طاقة وصح عشان تربي الولد والولد صح ولما يفوت بالحياة بتلاقيه مش خلص راحه طلعه بطلوا حده بالمرة تركوه الملخص الملخص في ايجاب ملخص المجتمع وكل دي انسان يجب ان يجد راحته وضلته في الزيجة في الانسان اللي هيختار يكون معاه ودي حاجة خصوصية جدا مش بتاعت اي حد غير الاتنين اللي بيختار يكونوا مع بعض ولا تخص اي انسان وشو مفروض لحد يتدخل فيها صح خف الدم وخف الدم المصريين بحاول كل عام وانت بخير وانت بخير احنا بكرة بكرة راس سنة او بكرة بالليل راس سنة بكرة بالليل وين سهراني لسه مش محددة يا اما هفضل مع الولاد يا اما اذا هما راح يناموا بكير مثل العادة بطلع انا وزوجي بقى يعني مبسط نبسط نشوف برج خليفة نتفرج على الاجواء عموما يعني او اذا في بعض الاصدقاء ممكن ننضم اليهم يعني مش عايزة بلانز انا عايزة اجازة بلا بلا خطط بلا 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 مجهو احنا منكتر على حالنا برس سنة انه لازم يعني تو بارتي اكستريم يعني انا كل الحاجات القديمة دي اصبحت لا تعنيني ويا ما لبسنا ويا ما حطينا ميكوب ويا ما ظهرنا ويا ما حضرنا ويا ما رحنا افرح ويا ما رح ترات كاربيتس انا وصلة للمرحلة دلوقتي ما عرفش بقى دا نضج بقى ولا ايه بس انه انا احنا احنا للمرحلة الناس يعني مش انه ما لقيتش قبل كده الناس كان في بس دلوقتي بدور على الحاجات الحقيقية مش الصور الملونة او ال well marketed products عشان في حاجات بتبان زهية وملونة كتير اوي because it's very well marketed يعني معمول لها دعاية كويسة وحملات كويسة ولكن انا بدور الحاجات الحقيقية البسيطة والناس الحقيقية البسيطة والصخب بحاول احلع منه شو اللي بيساعدك هلا من جو شو اللي بتلاقيه انت بيعطيك سعادة من جو basic basic needs انه وقت النفسي قعدة اسرية عائلية بسيطة سفرية رحلة اكتشف مكان جديد بهدوء من غير شغل بدون شغل لانه كل سفرياتي مرتبطة بالعمل بتحسد على الفاضي والله بس يعني حاجات بري سمبل بس انه عبقى مرتاحة و حاسة بالامان ومش خايفة من بكر نحن اهي الحلقة هاي مسجلة في راس سنة بيكون قطع شيء سبوء اسبوعين بس اليوم عندك انطلاق الاغنية جديدة اه عطيها صح كاونتداون بعدها هلا طلعتين كم بتكون مفروض اه تكون اه اغنيت انا مشكلة اه انا مشكلة انا مشكلة لانه فعلا وعم تحكي عن حالي اه بحكي عن حالي وبوقه كلام للاخر يعني كمان في نفس الوقت يعني من دع لدى يعني بقوله خلي بالك انا مشكلة مش هتفهمها بسهولة عنديك الهول الاغاني اللي فيهن انتقاد شوي صغير يعني عملتي كوبرا اه كانت موجهة لمحمد صلاح رمضان محمد رمضان لا محمد صلاح على الرأس اه مش عرق محمد رمضان لا كان اغنيت كوبرا كنت موجهة لمحمد رمضان شو يعني هي مش موجهة ليه هو هو عمل تراكات فيها كلمات معينة وموضوع معين فانا رديت على التراك يعني طب حلول يس يعني اه طبعا لانه مش معنى انك انت تفضل تقول انا الملك وانا نمبر ون وانا كزا واحدك لا على فكرة احنا كمان ممكن نقول الدستور يكفر الحق للاتنين انت تقول واحنا نقول طب وكيف كانت ردة تفعله هو هو زكي هو يعلم النوع ده من الاغاني لانه معروف كل حتها في العالم الجمهور بتاعه هو اللي كان رده فعله عنيف جدا جدا بس انا كنت متوقعة حتى ومتحدرة وكانوا مش فيه جيش هجم عليك لا هما مش مصدقين البرود والهدوء اللي انا كنت فيه وقلقي امي واختي يقول لها اه ده فانز ان شايف الفانز بتوعوا بيقولوا ايه بيكتبوا عننا كيمة ام انا وثقا في اللي انا بعمله ومقتنع باللي انا بعمله وطالما انت مقتنع باللي انت بتعمله لا تخاف لا لو ما تلائم انا ما بيهمنيش ردود الافعال طالما انا اخت قراري وعرفة ان انا دخل معركة خلاص بس ايه حبيتها يعني حبيت الفكرة الفكرة يعني بالعكس اجمل انه انت عم تعملي عمل فني لو بديك تنتقدي شخص فيها منافسة شريفة فيها منافسة حلوة وما فيش مصطلحات خارجة بالزبط يعني غير ما واحد يكتب تعليق على سخيف على الانترنت وضعيف ومش هيجيب نتيجة آفت هذا العصر الناس المختفية وراء كيبورد وراء كمبيوتر وراء تليفون غير معروفة الهوية او مجهولة الهوية بس اتفتح ليهم بوق ببلاش يهجموا الناس زي ما هم عايزين وممكن هو اللي بيجتمك يكون قتال قتلة اساسا وعليه احكام وهربان من تنفيذ احكام بس هو مختفي مش معروفة هويته اي دون كير انا حتى الناس دول ما بيأسروا فيك لا لا خلاص لا خلاص يعني من زمن بقى كم الهجوم اللي اخدته على اغنية كبرى لوحدها صار فيه مناعة اه واللي اخدته على مهرجان الجونة خلى عندي مش مناعة منع التلاتين سنة قدام يعني طب مهرجان الجونة كان انه توزيع جويز لانه تكريم اه شو الهجوم النياش بده يجيكي هجو لا عادي دايما اي امرأة في موقع قيادي وحققت نجاح زي ما قلتلك يعني انت مين تعملي لنا مهرجان وانت ليه وش معنى وعشان ايه وبتاع طب انت دخلت المطبخ جواه شفت انا بعمل ايه شفت انا بكتهد ازاي بلاش تعال اخذ مكاني ووريني اتعملي اه حبيبتي شرفتيني اه رزا اسمك الجميل اسم العيلة انت حابب اسم العيلة انا حابب احبيك رزا 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 ارزي بالضبط وميري كريسماس وحبي نيو يير وحبي نيو يير كل الناس اللي بتشوفنا ويا رب يا رب عام عشرين ثلاثة وعشرين يكون عام استقرار اكتر ورخاء وتهدى يعني طبول الحرب شوي حتى هيك اهداف لعشرين ثلاثة وعشرين لسه هذا بكتب فيهم لسه لسه هلو واحد اهداف اهداف نحط بجانيوري حطت الريزولوشن والب وفبراهير خلص يعني لا بس على القليلة بحقق لي شي واحدة واثنين منهم ان شاء الله شرفتين حبيك شكرا موسيقى شكرا موسيقى شكرا موسيقى